اتحاد حمام الشلل الذي ينشط في الجهوي الأول استقبل اتحاد خنشلة الذي ينشط في القسم الثاني هوات بملعب قلمة البداية كانت لأزوار بعد هذه المخالفة حيث تمكن اللعب زرماني التوفيق من فتح مجال التهديف في الدقيقة الثالثة على إثر هذه المخالفة المباشرة نلعب الدقيقة الثالثة والأربعين المحليون تمكنوا من تعديل النتيجة عن طريق اللعب دلرون عبد المالك هدف لهدف كانت نتيجة الشوطة الأول الهدف الثاني لاتحاد خنشلة جاء في الدقيقة الثامنة والستين عن طريق عبروق أكرم وفي الدقيقة الثانية والسبعين اللعب ماطيب عبد المالك يقضي على أمال اتحاد الشلل وينهي مغامرة الكأس بالنسبة لهذا الفريق الشاب الذي سيتفرق للبطولة وحض موفق لابناء خنشلة فيما تبقى من منافسة السيدة الكأس ترجمة نانسي قنقر